السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الاخوة والاخوات المتابعين على القناة قناتكم فوسحة في هذا الفيديو الجديد اللي قبل ما ندخله في الموضوع دياله عندي واحد الملحظة على بعض ردود الفعل ديال المغرب بخصوص القضية ديال البرلمان الاوروبي فاشفنا بعض المحللين كيقارنوا ما بين حقوق الانسان في المغرب وحقوق الانسان في اوروبا يعني كيقول لك بما ان اوروبا يعني كتخرق حقوق الانسان وكذا وكذا لا يحق لها ان تعطينا الدروس فاوروبا قد خارقت مواتق حقوق الانسان في كذا وكذا يعني احنا ما محتاجينش نسمعو لهذا الهضراء وهذا الخطابات باش نعرفو من يحترمو حقوق الانسان اكتر من الاخر احنا ما كنقولوش ان اوروبا هي الدولة المثالية ولا الغرب هو يعني حقوق الانسان محترمة بشكل كامل ولكن منين كتجي تقارن خصنا فعلا نقارنوا منين كمشيوا الاحصائيات والدراسات وباش نمشيوا الاحصائيات والدراسات بلا ما نراجعوها نطرحوقي واحد السؤال فقط نشوفو عدد اللاجئين الانسانيين واللاجئين السياسيين من المغرب اللي يمشوا الاوروبا شحال عدد ديالهم بالالاف عدد المهاجرين الذين هاربوا من المغرب لانهم ما قدراش المغرب توفر لهم واحد لعيشة كريمة يعني على الاقل في ادنى مستويتها كالقاو الملايين سنمشيوا الاوروبا ونقلبوا صلى اللي كان قولوا الاية عدد اللاجئين الاوروبيين لاجئين السياسيين الاوروبيين في المغرب شحال صفر عدد اللاجئين الانسانيين الاوروبيين اللي هاربوا من الاوروبا ومشوا المغرب حيث يحترم حقوق الانسان صفر لماذا؟ لأن المغرب يحترم حقوق الإنسان لأن المغرب ماشي بلد لممكن أن يلجأ إليه أي إنسان لأنه واحد الدولة بوليسية فإن هذا الهدراع لهذه الدراسات فقط كافية ما نحتاجه أن نتعمق معكم في خطابات وندخلوا في مناظرات فقط يكفي منظر المغاربة عندما تفتحوا الحدود ولا عندما تتاحوا الفرصة باشي هاجروا خرجوا بعشرات الآلاف كيمشي وكيمشي تجاروا أي واحد تتاحوا له الفرصة كيمشي حل الباب ديال الحدود مع سبتهم للي اللي كتقولوا أنهما محتلتين فقط ونشوف المغربة واش غيدخلوا لهم على أساس أنهما محتلتين ولا على أساس أنهم وصلوا للضفة الأخرى يعني كي ينقضوا نفسهم من المنظومة الدكتاتورية صاحبة نظرات تاقيبة والسياسة الحاكيمة الرزينة فهذه نقطة وعندزوا الموضوع ديالنا فلوقيت اللي كان شوفوا أنه يعني من كل حد بنوا صوب كان شوفوا تنديد بما يقوم به النظام المغربي يعني وهذا الفضائح التي أصبحت منتشرة بخصوص ما يقع داخل الاتحاد الأوروبي وداخل البرلمان الأوروبي وتورط يعني عدة برلمانيين أوروبيين ومغاربة يعني جواسيس مغاربة داخل البرلمان الأوروبي يعني جميع الأصوات يعني كلها متحدة لأنه يجب طرد المغرب من داخل البرلمان الأوروبي فالصوت الوحيد لمازال من داخل أوروبا يدافع يعني بواحد الشراسة على النظام المغربي هو صوت بيدرو شانشيز الرئيس ديال إسبانيا ونحن نعلم أنه منذ أن تفجرت الفضيحة ديال أنه تعرض للتجسس من طرف المغرب وهو يدافع وينافع عن النظام المغربي حتى وإن كان المغاربة يعني حتى المغاربة ما مقتنعينش بأن النظام المغربي بارئ ومقتنعين تمام اقتناع أنه متورات بيدرو شانشيز هو الوحيد وحزبه اللذان يدافعان على المغرب شنو شدين عليه إحنا ما شغلناش ذاك شي غديبا كل شي غديبا مع الوقت لأن اسبانيا ولا أوروبا ما كنش حاجة كتبقى يعني متخفية إلى أبد الأبدين ضروري كتجي واحد المرحلة من التحقيق وغادي يجبدو كل واحد سواء عنده حصنة اليوم ولا ما عندوش غادي غادي يبقى التوتا هو فالغريب في الأمر أنه في ضل هذه الأزمة بيدرو شانشيز قد يقول لك أن المغرب بدون المغرب ما يمكنش نحاربوا الإرهاب بيدون المغرب ما يمكنش نحاربوا لهجرة الغير الشرعية يعني أن المغرب هو كيحاول يوصلنا أن المغرب هو صمام الأمن بوحده هو اللي كيهدرك يقول لك أن المغرب هو صمام الأمن لإدفاعية ضد الإرهاب وفي ضل الهجوم على المغرب من عدة منابر فكتوقع واحد العملية إرهابية فالجهة اللي منمور هاد العملية وإن كانت هي عملية كما كيسميوها المخابرات المغربية ديال الدئاب المنفريدة ومارس بقوها هادي واحد العام كانوا كيهدرو على مستقبلان غادي يوجهوا الجهود ديالهم لمحاربة الدئاب المنفريدة الدئاب المنفريدة هو واحد الشخص كيكون حامل واحد للفكر إرهابي ولا هذا وممكن أنه يدير عملية بوحده ففجأة نرى في إسبانيا أن واحد الدئب منفريد يعني كيمشي يدخل على واحد الكنائس وقسل واحد القصيس وأصاب أربعة أشخاص أيضا فباش تجي هاد العملية في ظل الضغط اللي على المغرب والمغرب يخرج جميع الأسلحة ديالهم من البرلمان من نادي القضاة من مجلس الصحافة من عدة منابر يعني كيدير هجوم رد تسفيع الهجوم مضاد فالجهة اللي منمور هاد العملية شنو بغت بينا؟ أننا محتاجين للمغرب دبارة هانتما هالمغرب هانتما كانت تعادوا للمغرب هالعملية الإرهابية؟ ومن المعروف يعني أن منذ زمن طويل أن المغرب كانت فتحت هذه القضية في الوقت ديال الأزمة مع إسبانيا في البداية ديالهم نيكان براهيم غاليم شفا كانت شنت الصحف الإسبانية هجوم على السياسة المغربية وأنها تستعمل ثلاث ورقات للضغط على الاتحاد الأوروبي الورقة ديال الإرهاب والورقة ديال الحشيش والورقة ديال الهجرة فإنتا منك هذه الدولة يعني ما كيكونش عندك يعني أوراق ديال الضغط وما كيكونش عندك وسائل فمثلا عندك أنت مشكل مع أوروبا أوروبا عندها أوراق ديال الضغط أجبت لك الملفات ديال الحقوق الإنسان عندها أوراق تيجارية عندها المحكمة العليات قدرت يعني كين بزافة المسائل ممكن أنك تضغط عليك بها أوروبا وبطريقة قانونية ستشوف لك التغارات في كينين ولكن أنت ما عندك شي حاجة ما عندك صناعة ديالك ما عندك حقوق إنسان محتار ما عندك شي حاجة فاشنو عندك كتقول كتوهم الناس أنك يعني عندك القدرة على محاربة الإرهاب واكتشافه عندك القدرة على الحشيش عندك القدرة على الهجرة فأنت منك تشوف أنهم هدية الأوراق الوحيدة اللي في الدك فضروري يعني كنظام كتكون أنك متحكم في الشبكات الهجرة ونحن نعلامه أن دائما ما يتم تضحية يعني بأحد الأشخاص داخل المخزن يعني كيكون واقع في شبكات الهجرة من أجل إثبات أنهم راي يحاربون الشبكات ديال الهجرة عندك الشبكات ديال للتهريب الحشيش المغرب متورط فيها يعني كنظام ولا يخفى هذا على أحد المغاربة وأيضا شبكات ديال الإرهاب لذلك أنت مني ما كيكونش عندك عملية إرهابية باش تثبيتها في واحد الوقت معين أنك راك أوروبا محتاجة لك فضروري أنت غا تصنعها فما كيكونش عندك واحد العملية ديال تهريب الحشيش في واحد الوقت ديال الإزمة فضروري أنت كتصنعها باش تقول هنا أحاربو تهريب الحشيش ما كيكونش عندك عملية ديال الهجرة غير الشرعية في واحد الوقت اللي أنت محتاج أنها تكون عملية ديالهجرة غير الشرعية وتنطحار بها وتقول لهم هانتم ما تصوروني وشوفوني فأنت كتخلقها كما دار المغرب في عدة مناسبات وإحنا قاعدين رجعوا هذه واحد الربعات السنوات لو تتذكرون يعني واحد الهجرة بطريقة غريبة وسموها لغزوا الناس ما فهموهاش علاش كانت هناك واحد الزوارق ديال الفنطوم كتجي حتى الشواطئ ديال المدن الساحلية في الشمال وكتهز الشباب بالمجان وكتجيهم تلحون في السواحل الإسبانية كما كنشوفو هنا يا الشباب كيسينو الزوارق ترجع كما كتشوفوها هو العنوان زورق الفنطوم ينقل شبابنا مجانا إلى إسبانيا ويتحولوا إلى أسطورة في شمال المغرب فأبقود لكيجي ودك الزوارق وتهزو الشباب يعني من السواحل وكيديهم فابور كيجي واحد لوقيته كتلقى شباب من ستفين لبانية يهاجروا كيسينو الله يبان شي زورق من الزوارق وأظن أنه هو عنا واحد واحد الفيديو يوتبيت الواقعة كيجيك يقولون يلا اللي بغي يمشي لإسبانيا يطلع معنا بلاصة الخزيرات بلاصة الخزيرات ورحمة الله تعالى الله تعالى سيدي تنغى الفيديو لا تعليق شوفوا المغربة لو تتذكرون هاته المشاهد لأن هاته المشاهد يتموني سيانوها كشعلاش أنا كنعود الرجع لهات الفيديوهات باش نوريوا للناس كيف أن هناك جهات ما بغيش تبان في الواجهة كتحاول تضغط عن طريق أنها هي اللي كتفتح بها بالهجرة وهي يعني دائما المغرب اللي غد يكون يخلق لك الفقر باش تكون هناك هجرة وتكون هنا غير شرعية وتكون هناك تجارة بالحاشيش ويكون إرهاب هاد العوامل اللي كتخلقها الفقر لأن شكولين كيستفد ما كيستفد الشعب يعني من أن كون أوروبا كانت يعني كانت تعتبر المغرب يعني واحد الورقة اللي كتساعدهم على محاربات الإرهاب كتساعدهم على محاربات الهجرة كتساعدهم على محاربات الحاشيش في حين أن الدولة من العرفات هذه ورقة من الورقات فهي سيطرت على هذه المجالات هذه والتي هي المتحكمة فيهم وهي المتحكمة في العصابات التي تسيطر على هذه المجالات وتستعملها كل ما احتاجت ذلك ضد الاتحاد الاوروبي هذي واقعة من الواقعة يعني باش نشوفه مرة اخرى لو تتذكرون الواقعة ديال ديال تارودانت الذي قتل السائحة الفرنسية ولكن جهد الشي في ظل واحد لوقيته كانت هناك ازمة في بداية الازمة ما بين فرنسا والمغرب فخالوصات التحقيقة باش تعرفوا ان الامور شي شوية غريبة يعني يحتفل حيتيات ديالها السيدجا هز جنوية دباح واحد سائحة فرنسية وسط واحد السوق عامر بالناس قدام الحانوت وخرج من السوق عادي وكأنه شيئا لم يكن وبقى غادي كيتمشى توصل لمحطة وشد الطاكسي ولا شد الكار ما بقتش عقل ومشتا لمدينة اقاذير وحاول يرتكب عاملية اخرى ضد واحد البلجيكية لكن بقيت على قيد الحياة فاجعوا الامن المغربي يحققوا كده قال لك لا هذا مريض نفسي يعني عنده فرنسا بالتوازي فتحت واحد التحقيق فخالصت الى ان العملية هي عملية ارهابية فانشوفو احنا غا نعتمدوا على التحقيق ديال اه ديال المغرب في ظل اننا كنشوفو كين واحد الشبهات اللي هي في شيئ شكل اني كيفاش سيد غاينتقل من تارودانت وغا يخرج من المحطة على رجليه غا يخرج من السوق على رجليه ويمشيتا للمحطة ما خايف ما مرعوب ما تبعوه بوليس ما تبعوه شيء حاجة وصلتا لأه قادير وقا غا دي كايتمشت مع ما كينتشي اشكال احنا كنعرفو شنه هو البرقاجة والتبرقيق داخل المغرب خصوصا داخل الاسواق وداخل الاماكين اللي كيكون فيها الرواش يعني ما يفوتش باب السوق وصلت الى اقادير ودار عملية اخرى وما زال ما حضرش الامن جاد دخل غير ذاك السربيد القهوة وعود من بعد جال مقدام وهذا وش حاله هما قبطينو شكون المخزنية ماشي البوليس يعني كان هناك واحد التماطل وحنا كنعرفوه الحموشي الجهاز دي يالو غير يسمع الارهاب غير يتصلو بيك يعني تحضره في الوقت في البلاسة في حين انه تم اعتقاله الواحد المدة معيانة واش عند المقدام واش عند المخزنية هما اللي قبطينو المهم را كان تصور ديالو يلا تعقلو كان المخزنية هما اللي وقفين عليه ماشي البوليس وماشي مكافحة الارهاب يعني ما حضروش في الوقت اخلاو يعني واحد المجال واحد المساحة حتى تمت العمليتين ومن بعد قلك مختل ففرنسا خلصت في تحقيقتها الى ان سيد ليس بمختل وان العملية عملية ارهابية وكي نثبت ان المغربية لجاءوا الى الضغط يعني عبر هاد الورقات هادو الورق مرة يسفت لك الهجرة مرة الارهاب مرة يسفت لك القوارب الحاشيش بوحد الوثيرة اللي هي مرتفعة الرجعوا لسنة 2014 ديك الساعة ما زال هسبريس زعمة للماليك شي شوية صحيفة اسبانية هي نقلا على واحد صحيفة الاسبانية ان الحرس المدني اوقف ماليك المغرب في مياه سبتا محمد الساديس تم توقفه في المياه سبتا بليخت دياله فعندما تم توقفه من السيد الماليك يتم معاملته هو كأنه الى في المغرب ولكن من يشده ووقفه في سبتا وقال له كيفاش نتدخل هاد المجال المياه اللي ماشي ديالك فالسيد ما عجبوش الحال دار الاتصالة دياله وزير الداخلية الماليك الاسبانية تم اطلق صراحه اعتادر له ذاك البوليسي ولا هادا ولكن هو ما تقبلش تلك ذلك الموقف اللي كانت تحط فيه وشنو ولا كيصفت لهم موجات ديال ديال الهجرة احنا علش كنقولو هاد الهضرة كي نتبتة للناس ان هناك جهات تستعمل هاد المسائل اللي هدرنا عليها الارهاب الهجرة الغير شرائية والحشيش للضغط على بعض الدول في بعض المواقف في بعض الازمات وهنا كنشوفو انها استعملت ما شيف ازمة يعني ديبلوماسية ولا هادا يحق القرى حدي المحمد السادس ورجحت الموندو استنادا الى مصادرها وجود علاقة بين نزوح موجة غير مسبوقة من مهاجر افريقيا جنوب السحراء مؤخرا نحو اسبانيا والحادث الذي تعرض له العاهل المغربي في مياه سبتة وهو يقضي فترة استجمان بشمال المملكة يعني ان الملك ينتقم من ذاك الموقف اللي تحطفه داخل اسبانيا تلقى عليهم المهاجرين الافارقة وهنا باش يزيدوا يبينوا لك ان حتى المهاجرين الافارقة اللي مطلوقين على ولاد زيان دابا واختي ديروا بهم يعني تلقونهم على عباد الله دون ان يؤطرهم لتاشي حاجة قراءكم كيستعملوهم وكيمرسوا بهم واحد الضغط يعني هادي السنين هما كيتشكوا دك الناس ديال ولاد زيان ولا موجيب ولا منادي ولكن من وصلت واحد الوقيته عندما تورط المغرب احنا عاود رجعوا للاستعمال ديالسميتو في القضية ديال قتل الافارقة وتمت ادانته بشكل صارح كيحاول انه يبين ان المغرب راك يتحمل العبء فمشا كيصور بزاف ديال الروبورتاجات وجميع دوك الميكروتروتوار والقناوات الالكترونية ولا هدو كلهم كلهم هبطو بدون استثناء الى ولاد زيان وكلهم كيستجوبوا الساكينة يعني انه واحد لمشكلة ولكن هاد الاعلام يغضوا عن هالطرف ما كيهضرش عليها ولكن في الوقيت اللي يحتاجها النظام او تلك الجهامة هبطو عند السميتو عند الناس الشعبو كيقولو لهم شو المشاكل ديالكم هما الناس يعني عادي كيهضروا على اساس ان ما فاهمينش اللعبة السياسية وما فاهمينش الخلفية ديال شنو هي انها وسائل الاعلام فجأة كتنزل وكتهتم بهذا الموضوع هذا لانه وراء الاكما ما وراءها يعني مرة مش اهتماما بالشعب المغربي ولا اهتماما بمشاكل اه الساكنة فقط كي تستعمل تلك الفيديوات زعمة معاناة المغاربة من المهاجرين الافارقة بش يوصلوا الاتحاد الاوروبي ان المغرب يعاني والمغرب الذي يعاني من هاد المهاجرين الافارقة بما ان النظام كياخد الملايير كدعم من اسبانيا من فرنسا من الاتحاد الاوروبي ومن عدة جهات من اجل تطير هاد العملية ديالهجرة الغير الشرعية والمهاجرين الغير الشرعيين هاد الاموال اللي كتعطى للمغرب علاش ما يخدمهاش باش يوفر لهم خيام في واحد الاماكين بعيدة على المقرد السكنة واحد المراكز فين يكونوا على الاقل فين يباتوا فين ينسوا في حين انك نشوفو ان هاد الناس يعني داروا الحياة ديالهم في الشارع داروا الخيام داروا القياطة ولو يقطعوا الطرق على عباد الله ولو يبيعوا المخطرات ولو يبيعوا آآ يمارسون يعني داروا بيوت ديال الدعارة ماشي كبويوت كديرين رات اوريتكم الفيديو في المباشر السابق ديرين الخيام خناشي ديرين هم كاقياطا وكيديروا الدعارة لدخول خلصوا خرج دخول خلصوا خرج بيوت الدعارة في الشارع والناس كيشوفوا بولادهم بعيالاتهم تصور انت قدام باب داركم واحد جاي دير خيمة فاتحابب ديال الدعارة وابنته وراجل كيدخلوا خرج كيتخلص واحد واقف عليهم دخل خرج واحد كيتخلص عليهم والمخزن والامن وهذا لا يحركون ساكنا في هذا الاتجاه مهم خلينهم تمى الوقيت اللي غاد يحتاجوهم هيجيبوا عود الكيران ويهزوهم يحطوهم في باب سبزة ويحطوهم في باب مليليا يعني هاد العملية اصبحت محفوظة ومعروفة عند جميع المغاربة كان هذا كل ما لديه بالنسبة لليوم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم